اشتركوا في القناة على صعيد الكرة الفلسطينية هذا الاحتفال من السلية نعيش كبير كتير الأول دور أحصل عليه في حياة الكروية وطبعا هذا الدور سيكون دايما في الزاكرة أكيد مش راح نساها طبعا نحن نشعر بالفخر أن نحن موجودين في احتفال كبير زي هذا بين كبار الشخصيات الرياضية والناس المهتمة للرياضة الفلسطينية بشكل عام وحتى للرياضة النسوية كمان اللاعبون المشاركون بدور المحترفين أظهروا سعادتهم لما حصدوه من إنجازات للكرة الفلسطينية هذا العام إلا أن الكثير من المشاكل وبالأخص المالية منها ما زالت تخيم على أفكار الكثيرين هدف المنتخب الوطني والهلال والمقدسي أكد لنا أن هذه المشاكل بطريقها إلى الحل المشاكل المالية ليس كثير مهمة بالنسبة لنا المشاكل تنحل المشاكل يعني أنا عسب رأيي حلت المشاكل المالية والهن كم تطلع على العام المقبل رئيس الوزراء الذي كان حاضرا أكد دعم الحكومة للكرة الفلسطينية وأنها ستقدم كل ما تحتاجه الكرة من الدعم على المستويين المالي والدولي داعيا إلى الحضور الفاعل على الملاعب العالمية ما نسعى إليه الآن هو الحضور الفاعل هناك فرق المشاركة بالنسبة لنا كفلسطينيين مهمة جدا وأن نشارك لعبونا وعندياتنا ومنتخباتنا في مباريات دولية خاصتنا في الوطن ولكن أيضا في الخارج فيها رفع العالم في فلسطين وفيها بكل تأكيد دعم لقضيتنا ونضال شعبنا ونسعيه في الحصول العحولية والاستخلال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الذي أشرف على الاحتفال أعلن أن مركز الأمعاري حصد لقب البطل وهلال القدس على الوصيف والمثالي حصده مركز طول كرم أما كأس المحترفين فقد فاز به هلال القدس وفي المرتبة الثانية جاء غزلان الظاهرية وعلى صعيد الكرة النسوية فقد حصد ديار بيت لحم لقب البطل وجاءت سرية رامالة في المرتبة الثانية أما دور النسوي الخماسي فقد حصل على اللقب مؤسسة البيرة وفي المرتبة الثانية جاء شبات جنين بالتأكيد نعمل على مأسسة الرياضة ونعمل على تطوير ثقافة الاستثمار في الرياضة من كل فئات الشعب الفلسطيني وشرائحها إنجازات واسعة للكرة الفلسطينية هذا العام يتوجها الاتحاد العام لكرة القدم بهذا الاحتفال لتتويج وتكريم الأبطال المشاركين بدور المحترفين معلنا عن إزدال ستارة عن دور المحترفين لعام 2010-2011 وعن بدء موسم جديد للكرة الفلسطينية من داخل قاعة الاحتفال حمز السلايمي تلفزيون القدس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر